مؤتمر برلين لدعم جهود الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام في ليبيا بحضور دولي يتصدره الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن إضافة إلى ست دول أخرى مع توجيه الدعوة للرئيس سراج وقائد العدوان خليفة حفتر للمشاركة في جلسات المؤتمر المشاركة العربية في المؤتمر لمصر والإمارات أثارت جدلا على الرغم من دعوة الجزائر نظرا لغياب دول المجاورة لليبيا ومتاثرة بتدورات الأوضاع فيها مثل تونس والسودان كما أن غياب دولة قطر يعتبره مراقبون ترجيحا لكفة داعم حفتر على حساب مؤيدي حكومة الوفاق من الدول العربية غير أن المشاركة الأوروبية في برلين عبر حضور الدولة المضيفة وإيطاليا وبريطانيا وهي دول بعيدة عن دعم العدوان قد تحقق بعض التوازن أمام انفراد فرنسا المتورطة مع حفتر عسكريا وسياسيا على رغم من الفشر الذريع للدبلوماسية الأوروبية في ليبيا بحسب المصادر الأوروبية ومتكشف لهم عقب تصدر تركيا وروسيا للحل في الأزمة الليبية بحسب مراقبين المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أعرب عن أمله في أن يبين مؤتمر برلين الذي ينعقد برعاية الأمم المتحدة حول ليبيا حجم الدعم الدولي لاستئناف الحوار الداخلي مؤكدا دراية الأمم المتحدة بالأوضاع في ليبيا وأن بعثتهم لدى ليبيا توثق وتحقق من تقارير حالات خرق إطلاق النار ويمذكورة في تقارير الأمين العام المقدمة لمجلس الأمن مشيرا إلى أخذهم للمواضيع بالتدرج الدولة المنظمة للمؤتمر أوضحت أن الهدف من عقده الأحد القادم هو تقديم الدعم من قبل مجموعة من الدول والمنظمات الدولية لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى الحفاظ على سيادة ليبيا وإجراء عملية مصالحة داخلية فهل سينعقد هذا اللقاء الدولي أم أن مصيره سيغدو مثل مصير ملتقى غدامز الذي حال عدوان حفتر على العاصمة طرابلس دون انعقاده وإذا انعقد فهل سينجح الألمان فيما فشل فيه الإماراتيون والفرنسيون والإيطاليون من قبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر